وصل فريق قرطبة الإسباني نتائجه الإيجابية بالرئاسة البحرينية وحقق فوزا جديدا على حساب كاسيرينو بخمسة أهداف دون مقابل في الأسبوع الحادي عشر للدور الإسباني للدرجة الثانية لكرة القدم وبهذه المناسبة أعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بهذا الانتصار الجديد والذي يؤكد المسيرة الناجحة للفريق في المسابقات والمسابقات الإسبانية في ظل دعم الإدارة بالرئاسة البحرينية للفريق والحرص على تهيئة الأجواء المثالية لللاعبين في جميع المباريات وهو من عكس على تحقيق النتائج الإيجابية وأشار سموه إلى أن قرطبة يسير بخطة ثابتة نحو مواصلة تحقيق الأهداف مؤكدا سمو حرصه على مواصلة دعم الفريق في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مبارياته القادمة ومواصلة حصد النقاط مشيدا سموه بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون في جميع المباريات وتمكن قرطبة من الفوز على كاسرينو بخمسة أهداف دون رد معززا صدارته للمجموعة الرابعة برصيد ثمانية وعشرين نقطة